نحن نتحدث عن ما يسمى أكسيد النايتروز هي الاسم الكيماوي لإلها عبوعد حضرنا منها بالماضي من تشري بالسوق طبعا لأنها مادة قانونية تستعمل بالأساس بالكريمة بالكعك وما شابه يعني بالبيوت موجودة بالمناسبة هي تباع بسعر جدا رخيص يعني نتحدث أنه الخمسين عبوة يمكن تكون بمئة شكل يعني اثنين شكل العبوة الواحدة الآن يعني هي استخدامها بالأكل غير مدر كرغوة كريمة للكعك وما شابه يعني تدخل الجسم من خلال الجهاز الهضمي ولكن عندما يتم استنشاقها تصبح مادة سامة ومضرة للجسم غالبية الشبيبة استهدوا على الطريقة يعني الطريقة اللي اكتشفوها لإستهلاك هذه المادة هو من خلال إدخال الغاز لداخل البلون ومن ثم استنشاق الغاز من داخل البلون وبالتالي يتؤدي لنوع من السطل نوع من القهقها تأثير عدمها كماده اللي تؤثر على كسطل يعني يعني من هذا المنطلق يعني بيستعملوها الشباب كل مادة يتم إدخالها للجسم وتؤثر على الدماغ وعلى شهاز الإصاب المركزي هي خطرة يعني الكحول خطر والمخدرات القنابس وغيره خطر وأيضا هذه المادة خطرة هي تؤثر على الدماغ بالواقع يعني للشباب غير متأدي لقهقها ولضحك مستمر أيضا يفئد قدرته على التمييز بالأمور يعني المكان العالي قد يبدو منخفض لإله يعني ولد ممكن يكون واعف عن علو خمس أطار ويشوف أنه العلو نص متر وحدثت حالات مشابهة اللي استنشكوا غازات من مكيفات هواء اللي هي قريبة لهذه المادة ويقعوا من محلات عالية أو أجا يقطع شارع وهو مش شايف أنه الصير قريب عليه يعني القريب قد يراه بعيدا يعني تقديره للبعد والارتفاع وكل هذه الأمور يصبح خاطئ وبالتالي قد يتخذ قرارات حمقى قرارات خاطئة اللي تؤدي لا يتكلفوا حياته فمن هون خطرتها على الشبيبي نتحدث عن شبابي بجيل 12 و 11 اللي عم بتعطوا هذه المواد ومن هون الخطر يعني بالتالي قد يفقد الإنسان حياته عشان هيك عم منحذر منها هل ممكن يلاحظ الأهل تغيرات على سلوك أولادهم إذا استخدم هذه المواد؟ الحقيقة إذا هو رجع البيت بعد ما راح تأثير المادة لا يمكن الملاحظة ولأنه سعرها منخفض أيضا ما بتقدر تقول زي اللي بتعاطى هيروين ولا كنابس عم بصرف مبالغ مادية عالي يعني فيه إشكالية بهذه المادة تحديدا انه سعرها منخفض تأثيراتها بس للفترة اللي انت عم تتعاطى المادة هي وجود فيها تعلق نفسي ومش تعلق نفسي مش تعلق جسدي يعني تعلق نفسي وليس تعلق جسدي ومن هون الخطورة يعني ما بتقدر تشوف ظواهر جسدية على الإنسان وإذا انت شفت الشاب أو المتعاطى بعد مراحط يعني تأثير المادة عليه لا يمكن انك تلاحظ فمن هون الخطورة نعم يجب مراقبة سلوك أبذائنا نسمع منهن عن الأمور نكون قريبين منهن أما أقدر أقولك إن الولد بروع على البيت مع ظواهر معينة لا أستطيع لو كلك لا يوجد ظواهر إذا هو رجع على البيت بعد مراحط تأثيراتها النفسية هي متاحة ويمكن بيعها أول شي بالإنترنت يعني تقدر توصي ويجيبوا لك هيها ديليفوري على البيت وأيضا كثير من المحلات بتبيع هذه المواد وزي ما قلنا يعني هي تستعمل كالطبيق هذا مش غاز المكيفات اللي إذا بيجي ولد يشتريه ممكن أنت تشقي بأمره وما تبيعه المادة هي تستعمل بالطهي ولحد اليوم القانون لا يمنع بيعها حتى لقاصرين من هنا الخطورة في الأمر إلى أي مدى اليوم بحسب الأبحاث المتوفرة لديك يستخدم أبناء الشباب والشباب المخدرات في مجتمعنا نعم نتحدث عن جميع أنواع المخدرات نبدأ من الجعول اللي أيضا بالنسبة لي هو تعريف المخدر تقريبا 25% من شبابنا طلاب مدارس جيل 12-18 سيكرو ولو لمرة واحدة بالسن الأخيرة بالنسبة للقنب تقريبا 12% من الشباب تعاطوا القنب الحشيش المرحوانة لجراس و10% تعاطوا مخدرات كيموية من نوع الاكستازي وما شابه فقط للمقارنة مع المجتمع اليهودي 4.5% من الشباب اللي هو تعاطوا هذه المواد الكيموية والمخدرات يعني إحنا أكثر من الضعف فمن هون الخطر بالأمر زائد أنه لا يوجد لنا برامج طوعية وتثقيف للحد من هذه الظاهرة يعني في المجتمع الآخر النسبة أقل وفي برامج طوعية وتثقيف للجم الظاهرة أكثر في مجتمعنا الإشي بارتفاع ولم نستطيع لغاية لهم لجم الظاهرة يعني سنة عن سنة عن ارتفاع وهذا ما أخطر في الأمر نحن مقدمون على يمكن يكون عندنا ألاف المدمنين وهذا إذا لم نتدرك الأمر ونبدأ في برامج طوعية وتثقيف الوضع متجه إلى الخطورة القصوة ووضع يعني مجتمعنا العربي في داخل الإسرائيل اللي يعاجني من ضائقة اجتماعية وضائقة اجتماعية كبيرة يعني عندما يعرفون بعلم الاجتماع ما هي الضائقة الاجتماعية في مقومات يعني تحكي عن سبع مقومات في مجتمعنا العربي يعني يكفي أن يكون مقوم واحد ما هي تقول المجتمع في ضائقة في مجتمع العربي السبع مقومات طبع هذه الضائقة موجودة يعني عندما يجوا يدرجوا مقومات مثل الفقر البطالة الجريمة الدخل المتدني الكثير من المقومات موجودة في مجتمعنا ومجتمعها فبالتالي يعني أولا الضائقة الاجتماعية موجودة يعني يعني تأثيرات العولمة الشبيبية بتحاول تقلد بتحاول بتشوف شو عم بيسير بوسائل التواصل على التكتوك غيره يعني بيحاولوا يخلدوا أيضا فضائقة اجتماعية مع التقليد مع عالمين مع حتى إظهار المخدرات وكأنه إشي كول إشي مش خطر على الشباب ما في توعية وتسقيف بالتالي عم نرى كل هذا الانزلاق ماذا تنصح الأهل بان يفعلوه للحفاظ على أولادهم من مخاطر المخدرات بما في ذلك غاز الرغوة طبعا يعني هذا غاز الرغوة أضيف لمخاطر أخرى في مجتمعنا يعني ما كانش نقصنا ظواهر خطرة ودخلت هذا المخدر وهذا الغاز يعني الأهل يجب أن يكونوا أو على أبنائهن يكونوا قريبين من أبنائهن من عالم أبنائهن يشوفوا تغيرات في سلوكهن تغيرات في صغير الأصدقاء يعني في نقطة جدا مهمة عندما يغير ابنك أصدقائه لأصدقاء اللي بأربع هذه المواد اعرف إنه ابنك ممكن ينزلك لهذه المواد طبعا حكينا على حتى مبالغ مالية عم تختفي الولد عم بحاجة لمبالغ مالية رهيبة ومش عارفهم عم بتروح ما بدوا يشتغل ما بدوا يعني ما بدوا ينتج يعني في منهم بخلص صف 12 ومدهنش يشتغلوا نايمين بالبيت طبعا الشباب الصغار أصدقائي المهم نعرف من هنه اللي هنه بعدين بجيدي المدرسة والأهل يجب أنه يطالبوا المؤسسات التعليمية والبلديات إنه برامج توعية وتثقيف يعني اللعبة هي هذه كيف نحاربها ذهنة فقط من خلال التوعية والتثقيف لا يوجد لدينا أدوات أخرى يعني اللي بدي أول على الردع وأن الشرطة تعتقل وكذا هذا موضوع ما بتحل هذه الأزمة فقط من خلال التوعية والتثقيف وأن الشاب يقتل عنه هذا مدر مش لأنه إشي مش قانوني مش قانوني ما بيخوي فين يعني موضوع فتحان ملف بالشرطة لا يؤثر على الشباب خصوصا بالمجتمع العربي ما يؤثر هو التوعية والتثقيف ويقتل عنه هذا خطر